محمد رمضان المدير الرياضي الجديد بالنادي الأعلى لكابتن محمد رمضان قد يظهر للمرة الأولى المرة الأولى بصفته الجديدة كمدير الرياضي رفقة كابتن سامير عدلي في قرعة دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا المحدد لها يوم 7 أكتوبر الجاري بالقاهرة ليكون أول ظهور رسمي لبع تنصيبه مديرا رياضيا للفريق باختصاط مدير الكرة حسن مسؤول بن نادي الأهلي قال أنه محمد رمضان أيضا عنده اجتماعات مكسفة مع الجهاز الإداري خلال الساعات القادمة قبل عودة الفريق إلى التدريبات من نقشة دولاب العمل خلال الفترة المجبلة كيفية ترتيب هذه الأمور الإدارية طيب كمان بحسن مصدر داخل النادي الأهلي محمد رمضان هيصبك بعثة النادي الأهلي إلى الإمارات من أجل اطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة لخوض منافسات مباراية السوبر المحلي بحسب المصدر فإن كابتن محمد رمضان اتفق مع كابتن سميل عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني على السفر الإمارات قبل البعثة من أجل اطمئنان على ملاعب تدريب وغيرها من الأمور التنظيمية طيب دي حكاية ترجمة نانسي قنقر